انتهت الادارة العامة للطيران المدني من المرحلة الأولى للخطة الآنية لعادة المواطنين العالقين في الخارج إثر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بإجلاء 2713 مواطنا من أمريكا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا وفرنسا وإيران والإمارات والبحرين ومصر ولبنان وذلك على مدى خمسة أيام الطيران المدنية أكدت أنها قامت بتشغيل خمسة عشرة رحلة جوية لعودة المواطنين وتجهيز أربعة مواقع معزولة للفحص في مباني مطار الكويت الدولي وفق اشتراطات ومتطلبات وزارة الصحة وبالتنسيق مع شركات الطيران المحلية